كلمة التصميم كلمة التصميم هي عملية تخطيط منهجية تسبق التنفيذ انا عندي اي حاجة انا عايز انفذها لازم اعمل لها تخطيط منهجية في حياتك حتى الشخصية انت عايز تحقق حاجة فلازم تعمل تخطيط عايز تسافر لازم تعمله تخطيط فهي دي عملية التصميم انت بتصمم شيء معين او عملية تخطيط معينة منهجية علشان قبل التنفيذ اللي يحصل فيها او بعض الناس بتعرفها بيقولك او هي هندسة الشيء وفق معايير محددة دي مهمة جدا جدا والمصطلح ده ليس خاص بالتعليم المصطلح ده موجود في حاجات كتير منها الديكور والتصميم الداخلي منها الهندسة منها التجارة منها الصناعة منها الرحلات والسياحة بيبقى فيه تخطيط او فيه تصميم لبرنامج معين انت هتمشي عليه علشان في اخر البرنامج يبقى فيه مخرج معين تستفيد منه ويبقى مخرج جيد وفقا لمعايير محددة ده اول حاجة اللي هي التصميم هنيجي بقى ايه التصميم التعليمي او تصميم التعليم او تصميم التدريس كل دي مسميات ومفاهيم ممكن تلاقيها متقربة الشبه من بعض اللي هو التصميم التعليمي تصميم التعليم تصميم التدريس دي نقطة مهمة جدا جدا هنقول بقى احنا الناس بتاع التعليم علشان الموضوع بتاع التصميم ده هو اللي هيسعدني اللي انا اقدر اخرج مقرر الاكتروني ممتاز لو مشيت وفق المعايير بتاعته لازم اعرف تعريفه تعريفه بسيط جدا جدا وفيه تعريفات جدي كتيرة ما حبيتش ادخلكو في الاختلاف بين التعريفات هسيب الناس او هاترح في الاخر اللي الناس تقرى بعد مراجع ممكن تستفيد اكتر وتستزيد ان شاء الله تعالى لو بصينا على التعريف ده هو العلم الذي يبحث في كافة الاجراءات والطرق المناسبة لتحقيق نتاجات تعليمية مرغوب فيها نتاجات تعليمية مرغوب فيها ازاي؟ طبقا للاجراءات والطرق المناسبة لتحقيق هذا الناتج التعليم دي مهمة جدا جدا والسعي لتطويره يبقى عندي كده لو احنا قسمنا التعريف ببساطة هنقسمه اللي انا عندي فيه مجموعة اجراءات وطرق انا بدور فيها او ببحث فيها علشان اطلع منتج تعليم المتميز المنتج التعليم المتميز اللي هو الطالب بتاعي او الخريج بتاعي من الجامعة او من المدرسة الفلانية مش كده وبس لأ ده انا بعمل خلال البحث والاجراءات دي عملية تطوير كمان للاجراءات بحيث اللي اطلع لي افضل منتج عندي فدي نقطة مهمة جدا جدا وبعد الناس بيقولوا اللي تصميم التعليم ده هو الربط بين الجانب النظري وبين التطبيق للتدريس بمعنى ايه؟ بمعنى نظريات التعلم بمعنى نظريات علم النفس بمعنى نظريات التدريس كل الحاجات دي هي بتساعدني بنعملها زي فخلاط كده وبعمل منها كوكتيل علشان اعمل الجانب التطبيقى بقى الجانب التطبيقى بتاعي ممكن يبقى في الغرفة الصفية يعني في غرفة الفصل نفسه او ممكن تبقى خلال محاضرة الحاجات دي كلها او خلال بقى استخدام للوسائل التعليمية او خلال التقنية ودي مهمة جدا جدا بعض الناس بتقول الجانب التطبيقى ده ممكن يبقى جانب تطبيق المعلم خلال التصميم التعليم اللي انا بعمله له يشرح الدرس بتاعه عادي او بمساعدة وسائل تقنية مختلفة وده اللي طرح علينا اللي احنا نعمل مقرر الكتروني متميزي ساعد المعلم اللي هو يقدم المادة بتاعته جيدة فده تصميم التعليم ببساطة وزي ما قلتلك هترح مراجع تفيدكم ان شاء الله في الموضوع نخش في الجزء الثالث اللي هي اصول علم تصميم التعليم جيم نين من اين اتى تصميم التعليم لازم الناس تفهم نقطة مهمة جدا جدا ماينفعش حضرتك تتخصص وتبقى مصمم تعليمي وتخش او تدخل على طول مباشرة في التصميم التعليم لازم ترجع لاصوله طبعا انا مش هقدر اطرح اصوله عشان اصوله كتير جدا جدا بس هتديكوا مفاتيح وابواب للناس تقرى فيها احنا محتاجين نقرأ المواد بتاعتنا المقررات دي محتاجة للناس تقرأ وتتسقف اكتر عشان تبقى عندها شغل قوي جدا اول حاجة افرزتلي التصميم التعليمي دراسات اجريت على الوسائل السماعية البصرية في عملية التعليم احنا عندنا مراحل تطور تكنولوجيا التعليم كانت كذا مرحلة لحد ما ظهرت المسمى بتاعنا اللي بنشتغل عليه اللي بنشتغل عليه هو الـ Education Technology او تكنولوجيا التعليم وبعد كده ظهر التعليم الالكتروني اللي بنتكلم عليه ظهر فيه حاجات مراحل كتير منها من ضمن المراحل اللي عقابته اللي هي مرحلة السماع بصري او الوسائل السماعية البصرية في عملية التعلم في عملية التعلم دي فيه حاجات وسائل سماعية بصرية اللي هي بتقول انا المتعلم هيستخدم اكتر من حاسة في قانن واحد عشان يتعلم بيه فدي ببساطة جدا فالدراسات الأجرية دي بدأت تفرز لي اللي انا محتاج تصميم تعليمي علشان اقدر المتعلم يستخدم الحواسي دي طبقا لمعايير ماينفعش يستخدمه وخلاش علشان ما تعملش عملية التشويش أثناء التعلم فدي اول نقطة افرزتلي يبقى انا كده لازم اتكلم عن المراحل دي كلها او انا اقرأ عن المراحل دي كلها دي اول حاجة افرزتلي وصول التصميم تاني حاجة عندي الدراسات المتعلقة بالنظريات التعلم وعلم السلوك الانساني وده اللي انا قلتلكو عليه بقى احنا عندنا مجموعة نظريات خاصة بالتعلم كتيرة جدا جدا وعندنا نظرات علم نفس خاصة بالتعلم كتير جدا 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 كل حاجة خاصة بالتصميم التعليمي خارجة منها وفيه عندنا حاجات مشهورة جدا جدا اللي هي خاصة بالمسيرات والاستجابات في الموقف التعليمي عن طريق استخدام جدول التعزيزات بتاع اسكنك فدي من النظرات التعلم الناس لو عامل التسيرش على النظرات التعلم هتلاقي نظرات كتيرة نزلت لها جدا جدا تقدر تستفيد منها اقروا فيها أنا مش عايز الناس تدرس عشان كده أنا بطرح عناوين بس فيها ليه علشان الناس تقرأ تقدر تطلع قوة أكتر وتعرف أصل التصميم جيه مني ثالث حاجة عندي الدراسات اللي هجريت بقى على حقل التربية وعلم النفس خاصة وده اللي بتعلق بالفلوق الفردية للمتعلمين الفلوق الفردية عندي طالب ممتاز أو متفوق عندي طالب متوسط عندي طالب ضعيف خلاص كل ده واحد ليه فرق عندي طالب سريع التعلم عندي طالب بطيء التعلم عندي طالب عنده حاجات خاصة عندي طالب فيه حاجات كتير زي ما انتم شايفين كده فكل الدراسات اللي هجريت على الفلوق الفردية ساعدتني اللي أنا لازم يبقى عندي تصميم تعليمي ومعايير معينة علشان أقدر أستفيد مني فدي من الحاجة اللي ساعدتني لأصول التصميم خلاص كده هنتفع على الحاجة مهمة جدا جدا في آخر الجزء بتاع أصول تصميم التعليم اللي معظم نظريات التعلم كان ليها أثر في ظهور تصميم التعليم أو تصميم التدريس لحاجز الوجود علشان كده الناس عايزة تعرف أصل التصميم التعليمي لازم ترجع لنظريات التعلم